حريق مهل بمنزل بالحي المحمدي بالضر البيضاء شبا قبل قليل حريق بمنزل بمنطقة الكدية بالحي المحمدي بمدينة الضر البيضاء لم يخلف خسائر في الأرواح وحسب معلومات حصلت عليها المصادر فإن الحريق اندلع بالطابق الثاني بمنزل بمنطقة الكدية خلف خسائر مادية مع تعرض مجموعة من ساكن الحي للاختناق من بينهم صاحب المنزل الذي تم نقله على وجه سرعة إلى مستشفى محمدا الخامس بالحي المحمدي بالضر البيضاء لتلقي الإسعافات اللازمة وأكدت مصادر أمنية أن سبب الحريق شاحن كهربائي شارجو هذا وقد خلف هذا الحريق المهول هلعا في صفوف ساكنة الكدية والأحياء المجاورة قبل أن تحل عناصر الوقاية المدنية وأعوان السلطة بدائرة ملحقة التقدم بالحي المحمدي ورجال الأمن بالدائرة الأمنية 36 ليتم إخماد هذا الحريق مع اتخاذ إجراءات موازية